اهلا بحضراتكم وكشف الحصر العددي للفرز الذي اعلنته اللجان العامة على استوى الجمهورية في الساعات الاولى من صباح اليوم الى تقدم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في جميع اللجان فيما اظهرت نتائج الفرز تنافس المرشحان الرئاسيان فريد زهران وحازم عمر على المركز الثاني وانتهت في الساعات الاولى من صباح اليوم عملية فرز الاصوات التي ادلى بها المصريون في اللجان الفرعية بالانتخابات الرئاسية وعدت اللجان العامة الحصر العددي لمن ادلوا باصواتهم في الانتخابات الرئاسية وعدد الاصوات الصحيحة والاصوات الباطلة وما حصل عليه كل مرشح من اصوات وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات امس نتائج الفرز من المحافظات تباعا والتي كان اخرها نتائج الفرز من المحافظات الحدودية تمهيدا لتدقيقها ومراجعتها واعلانها رسميا وتقوم الهيئة باضافة نتائج التصويت في الخارج التي تسلمتها من وزارة الخارجية الى الداخل على ان تجرى المراجعة النهائية للنتيجة من خلال تطابق عدد بطاقات الاقتراع مع عدد من ادلوا باصواتهم وعدد الناخبين المقيدين في كل لجنة عامة على مستوى الجمهورية وتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات اعتبارا من الخميس في طلق الطعون على قرارات اللجان العامة سواء داخل مصر او خارجها وتفصل فيها يومي الجمعة والسبت المقبلين وتعلن النتيجة النهائية وتنشر في الجريدة الرسمية يوم الاثنين المقبل فيما ينص قانون الانتخابات الرئاسية على ان تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاختراع وتقرر صحة او بطلان ادلاء اي ناخب بصوته وللمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة امام الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها ويجب ان يقدم الطعن خلال اليوم التالي على الاكثر لصدور القرار المطعون فيه وتفصل اللجنة في الطعن خلال اليومين التاليين بعد سماع اقوال الطعن او اختاره للحضور امامها وتخلفها عن الحضور وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات القواعد والاجراءات التي تتبع في نظر الطعون والفصل فيها كما تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية دون غيرها وفقا للقانون والذي تضمن ان تعلن النتيجة العامة خلال الخمسة ايام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة اليها وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية للدولة مشاهدين الكرام الى هنا نكون وصلنا لنهاية هذه التقطية بشكر حضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء